أكدت المديرية الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن بعض وسائل الإعلام أساءت فهم التصريحات التي أدلت بها خلال مؤتمر صحفي افتراضي أجري الخميس المنصر مع صحفيين دوليين حول الوضعية الوبائية في الجزائر البيان أضف أيضا أن المسؤولة الجهوية بالمنظمة العالمية للصحة بإفريقيا أشارت إلى أن الجزائر كبلد يحتذى به في تسيير المناطق ذات حدوث عالي للإصابات كغيرها من البلدان مشيرة إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الجزائر والتي تشمل إنشاء خلية عملياتية للتحاري ومتابعة التحقيقات الوبائية من شأنها تعزيز الاستجابة والقضاء على المناطق ذات الحدوث العالي للإصابات مؤكدة أن المنظمة ستواصل دعم الجزائر بمختلف الإمكانيات التقنية لمواجهة جائحة كورونا